فلما فهمنا معنى كلمة اقرأ معناها ردت يبقى اقرأ هنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا ورا الوحي ليه يا جماعة خد بالك بقى لانه الوحي مفيش في مجال مفيش في مجال للتأليف مفيش في مجال للاجتهاد زي ما بيتقل النبي النبي بيقول هنا الوحي زي ما بيتقل فيبقى لازم النبي يتبع الوحي علشان كده ما كانش لازم النبي يقرأ ويكتب علشان ما يبدعش عقله في اي تصور في كلمة اخرى فالكلمة زي ما بيتجيله بيقولها للناس يعني خد بالك مثلا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل يا ايها الكافرون فقل هو الله احد بيقول لي مين بيقول لي مين بيقول للنبي قل يا محمد هو الله احد طب المفروض بقى حسب سياق اللغة وبتاع الناس لو كان القرآن ليس من عند الله لما واحد يقول لك قل للناس افتحوا الباب انت مش هتروح تقول لهم ايه سلام عليكم يا جماعة قل للناس افتحوا الباب انما هتقول لهم ايه على طول افتحوا الباب خلاص لو واحد قال لك قل للناس تقف طبور تقف طبور فمش هتروح تقف انت تقول لهم ايه قل للناس تقف طبور لا مش تعمل كده هتقولهم ايه اقفوا طبور انت حتاخد مقول القائل وتحولوا الى المعنى المناسب فربنا بيقول للنبي قل هو الله واحد لو كان القرآن من عند البشر كان النبي قاله للناس الاخراءاتي بسم الله الرحمن الرحيم هو الله واحد مفيش قل طب ليه حتى قل حتى تدرك ان النبي لا يستطيع التصرف في ازالة كلمة او اسمات كلمة اللي ما جاءته من الله عز وجل عشان تبقى فاهم ان النبي ما يقدرش يشيل كلمة من القرآن خالص لو كان حيشيل كان يشيل كلمة قل ويبقى تبدأ السورة كده بسم الله الرحيم اعوذ برب الفلق بسم الله الرحيم اعوذ برب الناس انما اثبت كلمة قل للدلالة على ان القرآن قيل للنبي ولم يقله النبي حلوة دي لاثبات ان القرآن قيل للنبي ولم يقله النبي مش النبي اللي اخترع الكلام حشاه صلى الله عليه وسلم فهنا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق العلق اللي هي الدم نقطة الدم المتجمدة اللي هي نتجت عن ماء الرجل وبوايدة الانسة ثم عالقت اتشعلقت حاجة تتشعلق عارف الواحد متشعلق على حاجة فالعلقة دي تسميت علقة لان النقطة الدم دي مش عاوزة تنزل وتسيب مكانها رحت بارادة الله طبعا متشعلقة في الرحم في جدار الرحم فسميت علقة علقة انت نفسك لما عاوز واحد صاحبك لازق لك مش عاوز يسيبك تقوله ده انت علقة انت ايه في ايه ده انت علقة بصي بنقولها ايه اصلا علقة يعني انت بتشعبط فيه ما بتسيبنيش فاقرأ باسم ربيك الذي خلق خلق الانسانة من نقطة الدم علقت بجدار الرحم رح الى زي خلق الانسانة من علقة وبعد كده تطورت بقى اللي بعد كده مضغى الى اخر